اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جميلة تستطيع ان تقوم بها تدخل الى هذا التطبيق تأتيك هذه الوجهة تضغط على يعني اشارة صح من هنا هكذا ثم تفعيلها هذا التطبيق يعطيك مجموعة من المعلومات حيث منه سوف يعطيك يعني سوف نقوم بيعطائه اشارة صح هنا كما تلاحظ اللو هكذا وبعدها نعود اليه هكذا اللو الدخول الى الملفات هذا التطبيق امره هنا يقوم بالتحميل فقط يعطيك مجموعة من المعلومات الخاصة بك على شكل نوتيفيكيشن ولكن الحيلة التي سوف تكون عليها في الواتساب اي شخص يقوم بارسال اليك رسالة ويقوم بحثها سوف تظهر انت معك اخي الغالي لنتجرب الان هو يعمل هكذا كما تلاحظ يعطيك هنا نوتيفيكيشن وهنا خاصة بالواتساب الفايبر سنابشات المسنجر كما تلاحظ وهنا شوب السنس مثلا سوف نحن نجرب ان نقوم بارسال رسالة من هذا الهاتف على الواتساب ونلاحظ مثلا سوف نجرب نحن نقوم بارسال رسالة هكذا هي سوف تأتي الى هذا الهاتف عادي جدا بعد الذهاب الى هذا الهاتف لنلاحظها فقط اتت هنا هايا لكم تأتي على نوتيفيكيشن وعلى يعني الحساب ولكن لو نقوم الان بحث هذه الرسالة من هنا تضغط عليها مرتين حث وتضغط على سيبريمي بورتو او افريوان ثم تقوم بحثها الان لو تدخل الى حسابك على الواتساب تجد تلك الرسالة غير مفاعلة انا عادي الان اثنين من الحسابات تنظر هنا تجد ان الرسالة قام بحثها ولكن لو تذهب الى نوتيفيكيشن تجد ان تلك الرسالة ما زالت موجودة كما تلاحظ هذا بنسبة الى الرسالة شيء الافضل والجميل انه حتى الصور تستطيع يعني ان تسجل هنا وتحفظ على هذا التطبيق وتشاهدها عادي جدا يعني لو نقوم بذلك تجربة نبعث اي صورة من ذلك الهاتف ونحذفها في كلتا الطرفين سوف تبقى مثبتة او يعني موجودة على هذا التطبيق الذي اتمنى منكم ان تجرب هذا بالنسبة للتطبيق الاول التطبيق الثاني الذي اردت ان اتحدث عليه اسمه party now حيث من هذا التطبيق الدخول اليه يعطيك فيديوهات تقوم بتصويرها واضافة عليها يعني try it now كما اخبرتكم تضغط يعطيك glitch كما تلاحظ على هذا الفيديو وهنا مزايا اخرى تستطيع ان تجربها مثلا نحن لو نجرب على glitch تضغط عليها على اشارة يعني تصوير الفيديو من هنا كما تلاحظ تقوم بتصوير اي شيء مثلا تجربه هكذا وتضغط عليها ليقوم بتصوير عليه الفيديو وبعدها كما تلاحظ هكذا يقوم بتصوير الفيديو ومن ثم يضيف عليها يعني بعض التأثيرات التي تكون جميلة انا اجري فقط امامكم ولكن انت سوف تجربه طبعا مع الاصدقاء كما تلاحظ هكذا اذا اردت تسريعه تخفيفه خفف صوته واشياء اخرى اضافة عليها تستطيع ان تقوم بالتأديلات عليها تأتي الى هنا كما تلاحظ تجد كلمة تختار اي الافاكت الذي تريد وتوجد هنا امامها يعني اذا اردت حذ ذلك الفيديو تطبيق اخر وسمه PowerShade حيث من هذا التطبيق تقوم بتغيير يعني هذه النفبار الخاصة بك باشكال واشياء جدا رائعة حيث الان تقوم بيعطائي Permission لتحويلها وبعدها مباشرة هنا جراء Notification هنا تبحث عليها وتعطيها يعني صلاحية الدخول وبعدها سوف تحصل على هنا Notification هكذا Hello تحصل على يعني برضو تيل مختلفة ويعني غير موجودة PowerShade عفوا ها هي لكم PowerShade Hello كما تلاحظ معنا سوف تأتيك هنا بشكل مختلف في اخر اغي الغالي Accessibility تبحث على Accessibility Shortcut هنا تضع لها On كما تلاحظ للتعامل معها هكذا Find Power PowerShade كما تلاحظ PowerShade تضع لها اشارة الصح اوكي هكذا الان تفعلت كلها الان اصبحت مفعلة انظر كيف اصبحت الان بردو تيل خاصة بنا اشكال جميلة ورائعة جميل فيها Trigger تستطيع الحصول على الوان تغيير في الكولور كما تلاحظ الى الوان ايقونات سوى تغيير لون خاص بالكولور بالايقونات مثلا Background هنا سوف نضع على اللون الاخضر نضع سوف تصبح باللون الاخضر كما تلاحظ يعني نفبار جدا رائعة اتمنى منكم ان تجربها وتجرب على التعديلات التي تكون عليها تطبيق اخر اسمه تابني كيبورد هذا التطبيق هو عبارة عن كيبورد ولكن ليس مثل الكيبورد اخرى لانه فيه مزايا جدا رائعة اولا تستطيع منه ان تقوم بيعني هنا كما تلاحظ تضع عليه اشارة صح اوكي اوكي انا رات انه نجربها من الاول حيث لكي ليخبروني الاشخاص انه لم يرى كيف يدخل ما هي الصلاح الذي يعطيها لم اقوم بتجربته حتى ان تجربوه امام لكم اخي الغالي هكذا اذا رات ان تقوم بصنع كلافي خاص بك تضغط على لم تريد تختار اي واحد منها وتضغط عليه ضغط واحد هكذا مثلا ويصبح لديك كلافي او كايبولد هكذا للتجربة اذا اردت الرجوع الى الخلف تقوم بالسحف فقط هكذا انظر معي كيف يعود الى الخلف اذا اردت اي حرف مباشرة تستعمله هكذا فقط الشيء الجميل الذي اخبرتكم في هذا هو انك تستطيع ان تقوم بانشاء ايموجي خاصة بوجهك كما تلاحظ معنا تضغط الان لتقوم بتحميلها وبعدها تجرب ان تسجل اي فيديو وتقوم بارساله سواء على المواقع التواصل الاجتماعي او عبر اصدقائك حيث من ذلك الاموجي يكون بصوتك وباستعمال اشياء اخرى انظر معي كما اخبرتكم هنا يعطيك ايضا مجموعة كبيرة من الايقونات جدا رائعة وباشكال جميلة لا تجدها في الكيبوردي الاخرى حتى جيف هنا يعطيك صور جي اي اف بطريقة جدا جميلة تنتظر حتى ان تحمل كما اخبرتكم وبعدها تجرب ان تقوم باخذ فيديو به وارساله الى اصدقائكم احبابي في له لا اريد ان اوطل عليكم في هذا الشرح وليه اتمنى ان تجربوا اخر تطبيق انظر معي كيف يصبح الان هاتفك يعطيك هنا المكالمات الرسائل ايميل يعطيك كم يوجد على هاتفك مساحة تخزين وهنا داشت الحرارة تستطيع ان تقوم بالتعديل عليها من هنا وتخيير اللون التام اشياء كثيرة هنا يعطيك الوقت وهنا حساباتك الشخصية وهنا كم البطارية الخاصة بك باشياء جدا رائعة هنا يعطيك مجموعة منها ان التطبيقات التي قمت بتثبيتها لبحث تضغط على ساشو وثيمة رائع جدا تستطيع ان تقوم بتثبيتها على هاتفك وتفعيله بطريقة جدا رائعة احبابي في الله هذه التطبيقات التي اردت ان نشاركها معكم اتمنى انا قد نالت اعجابكم لو نالت اعجابكم لا تحرمون بالضغط على زر الاشتراك اسفل او اعجاب اسفل هذا الفيديو وكما اخبرتكم لو كانت لك او المشاهدة على قناة مستر نور المالومية لا تنسى ضغط على زر الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد ان شاء الله حتى الان انتهي من هذا الشرح وستطيع اضرب لكم موعد اخر في حلقات قادمة باذن الله سبحانه وتعالى مع السلامة